والقصة مش قصة خسارة بطولة لأن انت عادي جدا وارج جدا يكون عندك بعض الإخفاقات وده طبيعي جدا في كرة القدم لكن الخسارة الحقيقية ان انت ينتزع منك حق أصيل وانت ما تحاربش على حقك ده خاصة لما يكون في حالة من التخبط الشديد جدا على مدار سنوات الماضية من اتحاق كرة القدم واللجان حتى المعينة حتى لما تكون بالطالب بتحكيم أجنبي يطلع رئيس اللجنة السلسية يقول مش هنجيب تحكيم أجنبي لان فيه أندية قادرة على أنها تجيب تحكيم أجنبي وأندية غير قادرة على أنها تجيب تحكيم أجنبي طب هل انت تطورت منظومة التحكيم المصري؟ لا هل انت أخطاء التحكيم المصري بنشوفها على فريق النهاردة لصالح وبكرة ولا كلها في اتجاه واحد لصالح فريق وضد فريق في النهاية النادي الأهلي صحيح هو عنوان كرة القدم المصرية هو اللي بيرفع راية مصر في المحافل الدولية الفترة الأخيرة ولكن النادي أهلي مش طالب أن انت تعمله على أنه نادي مختلف وعلى رأسه ريشة النادي الآلي الطالب أن أنت تتعامله زيه وزي النادي أي نادي موجود في مسابقة الدوري حق العدالة على الجميع لأن لازم يكون كلامنا واضح كلامنا عن العدالة فقط لغير مش عن تمييز للنادي الآلي فما بالك وإحنا بنطالب بالعدالة بنلاقي المعاملة للنادي الآلي أقل مما ينبغي يتعامل به نادي في الدوري المصري وده لن نسمح به وبالتالي قضياتنا عدد